بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سلام من الله عليكم سادة المشاهدين الأفاضل وها نحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج في رحاب الإمام الصادق عليه السلام تناولنا معا في حلقات سابقة بعض ما يتعلق في سيرة هذا الإمام المعصوم المظلوم في ذكرى استشاده الأليم مع جناب الشيخ نجاح الحسناوي أهلا وسهلا بكم شيخ أهلا وسهلا مرحبا تناولنا شيخنا في حلقات سابقة حول قضية الإمام الصادق صلى الله عليه وبعض ألقابه وتناولنا أيضا بعض السيرة العطرة للأسرة الشريفة للإمام الصادق صلى الله عليه اليوم شخنا دعنا نتناول موضوع جدا مهم وهو قضية انتساب الشيعة الإمامية إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه بالرغم من وجود الكثير من المعصومين يعني عادة في التاريخ الإسلامي يذكر أنه وجود كل إمام معصوم لابد أن يكون له شيعة لكن عندما نأتي ويأتي الذكر إلى ذكر الإمام الصادق صلى الله عليه ينتسب إليه الشيعة الإمامية أو المذهب الجعفري ما صر هذا الخلود؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين واقعا هذا السؤال يرتبط بعظم الدور الذي قام به الإمام جعفر بن محمد صلى الله عليه حتى تتضح الإجابة على سؤالكم سؤالكم لا بد من أن نبين بعض جوانب دور الإمام الصادق صلى الله عليه في إيصال التعاليم الإلهية إلى المجتمع بشكل عام والمجتمع الإسلامي بشكل خاص نحن نعلم بأن الأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام صلى الله عليه عند انتزاعه وذكرنا ذلك في الحلقة السابقة عندما انتزعت منه الخلافة واختصبت اعتزل المجتمع اعتزل لنقول الحالة السياسية العملية السياسية اعتزلها شكلان وإن كان لم يعتزلها مضمونان باعتبار أن الأمة ترجع إليه باستمرار في كل كبيرة ألمت وأحاطت بهذه الأمة تهدد حياة الدين واستقرار الإسلام وما يحيط به من أخطار وما شاكل ذلك المهم أن الإمام كان الملجأ لكل معضلة تمر بها الخلافة في ذلك الوقت فتلجأ إلى أبي الحسن صلى الله عليه حتى قال قائلهم ما من معضلة إلا ولها أبا الحسن فعموما دور الإمام علي صلى الله عليه كان بإعطاء النموذج الأمثل والأصلح لخلافة الله على الأرض لو قدر للأمة أن يستلموا زمام الأمر لكان النموذج هي خلافة علي بن أبي طالب فالإمام إذن كان دوره إعطاء هذا النموذج عندما استلم الخلافة لمدة أربع سنوات وكذلك الإمام الحسن لستة أشهر على بعض الروايات أعطى الإمام علي وولده لإمام الحسن ذلك الدور الناصر أن الإمام لو استلم الإمام المعصوم المنصب من الله بغض النظر عن الإسم المهم هذا العنوان لو استلم دفت الحكم وقاد الأمة لا عبر بها بحر الظلمات إلى جزر النور والرقي والحضارة دور الإمام الحسين عليه السلام كما قلت سابقا هو بعث الروح في ضمير الأمة ودور الإمام السجاد بعد ذلك كان بتهيئة الجماعة الصالحة النخبة الطيبة نأتي إلى دور الإمام الصادق صلى الله عليه حتى نجيب على هذا السؤال طبعا نحن نقول جعفري المذهب من حيث ماذا؟ من حيث الفكر الاعتقادي والفقهي نحن فقهان نتبع جعفر بن محمد لماذا هذه التسمية؟ لماذا لم ننادى أو نلقب أو يشار لنا باتباعي مثلا الإمام الحسن العسكري بالمذهب؟ لماذا لم يقولوا عسكريي المذهب؟ لماذا لم يقولوا كاظميي المذهب؟ وهكذا لماذا جعفريي المذهب؟ لأن الذي أسس أساس نشر الثقافة الإسلامية الفقهية العقائدية الحق على جميع أنحاء الكرة الأرضية هو الإمام جعفر بن محمد هذه الثقافة لم يبتدعها هذه العقائد لم يبتدعها هو لم يجتهد الاجتهاد في حق الإمام سؤال تشبه إجابته في قضية سالبة الموضوع كما يقولون لأن الإمام يعلم الحكم الواقعي حكم الله الذي يريده الله وهو أيضا الإمام مصدر من مصادر التشريع فلذلك هو لا يجتهد إنما نفس تعاليم الله نفس أحكام الله هي نفسها الإمام يوضحها للناس ينشرها في المجتمع فلهذا الذي قام بهذا الدور بنشر العقائد الحقة والفقه الإسلامي الصحيح هو الإمام جعفر بن محمد في مدرسته تعلم الفقهاء فقههم وفي مدرسته تعلم المتكلمين عقائدهم وفي مدرسته تعلم الفلاسفة الرد على الزنادق وأهل الإرحاد وفي مدرسته تعلم الكيميائيين كيميائهم كجابر بن عبدالله العالم المعروف جابر بن حيان عفوا وتعلم الكثير من العلماء الطب كابن سيناء أيضا في مدرسته وهكذا نجد هذه المدرسة العظيمة التي أسست وأرست ونشرت ورقت تلك المعارف والعلوم حتى أوصلتها إلى جميع الأجيال القادمة يعني تحركت على نحوين نحو الأفقي ونحو العمودي النحو الأفقي إنها وسعت من نشاطها ونشرت العقائد والفقه والعلوم الأخرى بجميع أنحاء الكرة الأرضية هذا النحو الأفقي الحركة الأفقية الحركة العمودية إنها نشرت على عبر الأجيال يعني جيل يسلم إلى جيل حتى وصل إلينا ألا جيلنا هذا ويمتد إلى ظهور الإمام صلوات الله عليه الذي أسس ذلك ودعم ذلك وأنشأ ذلك هو الإمام جعفر بن محمد من هنا جاءت النسبة من هنا ينسب المذهب وإلا هذه النسبة لو لم يكن هذا السبب كان من باب أولى أن تنسب إلى النبي المصطفى وإلا نحن محمديي الاتباع نحن محمديي الانتماء ولكن لكون الإمام جعفر بن محمد هو من أرسى دعائم الجامعة الإسلامية الكبرى العظمى التي آلت وفرضت على نفسها الدفاع عن الإسلام بأحلق الظروف الدفاع عنه فكريا عقائديا سياسيا لذلك أتباع هذه المدرسة تنسب شيخنا لا تعتقد بأنه أطلاق قضية التسمية تسمية المذهب الجعفري أنه كان في عصر الإمام صلوات الله عليه النهضة الفلسفية أو النهضة الأدبية وهذا معروف خصوصا في الفترة الأموية الفترة العباسية وقضية الترجمة ومشاكل ذلك هل يعتبر ذلك تمييز لهذه الفئة من الشيعة آنذاك أراد بهم إمام المحصوم كما أن هذه التسمية هل لها أصل تأريخي نقدر نقول أو فد بعد تأريخي نعم بلا شك أولا أجيب من الأخير ثم أصعد إلى الإجابة لأول السؤال طبعا أصل التأريخي معروف حتى أنه جاء ورد أذكر مثال على ذلك لتأييد الرأي وتعضيده يأتي رجل إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه فيقول له يطول بيننا وبين الرجل أو بين الآخر بيننا وبين الآخر الحديث يعني الجدال فيقول الآخر وهنا المقصود بالآخر بمعنى الذي لا يتبع أهل البيت فيقول جعفري خبيث بمعنى بعبارة حتى يفهم المتلقي بمعنى أنه يجادله هذا يعلم بأن هذا من أتباع الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه من مدرسة جعفر الصادق وجعفر الصادق صلوات الله عليه كان على قيد الحياة بدليل السائل يسأل الإمام جعفر الصادق نعم يجادله على أمر ما يماكسه وليس من أمور الدين لأن إجابة الإمام تبين بأن الأمر ليس من أمور الدين وإنما على أمر من أمور الدنيا فذلك ماذا يقول لما يرى أن هذا قوي صليط اللسان عليه يعيره فيقول جعفري خبيث الإمام يرد محل الشاهد أنه إذن كان هناك معروف الانتماء إلى مدرسة الإمام جعفر الصادق حتى يقال عنه أن هذا جعفري فالإمام قال له أو يعيرونكم به وهذه للمشاهد المعاصر فليسمع من يدع الانتماء إلى مدرسة جعفر الصادق الانتماء ليس الانتماء الشكلي ولا الانتماء الاسمي وإنما الإمام يطالب بالانتماء الفعلي برده على هذا يتضح الأمر قال أو يعيرونكم به والله ما أقل أصحاب جعفر فيكم إذن أصحاب الإمام جعفر قليلين لماذا؟ لأن الذي ينتمي وهذا سنوضحه أثناء الحديث المنتمين الحقيقيين قلبا وقالبا للإمام شكلا ومضمونا لمدرسة الإمام قليلين جعفر يعني نقدر نسميها شخنا كقضية صحابة رسول الله عندما كان ينطوي تحتها التسمية الكثير حتى من ضمن المنافقين وهذا يذكر في القرآن الكريم ولكن مع اختلاف التعاريف في قضية الصحابة هل أن الصحابة من سمع رسول الله عاصره ولقيه وسمع منه أم أن الصحابة من حسنت سيرته يختلفون الأصحاب الكلام في قضية تعريف الصحابة وعلى ذلك نشأت قضية عدالة الصحابة وعدم عدالة الصحابة المهم إذن التسمية لها جذر تأريخي والجذر يمتد إلى زمان الإمام جعفر بن محمد إذن هو في الماضي يمتد إلى زمان نفس الإمام فكانوا أتباعه يعرفون بأصحاب جعفر أو الجعفريين من خلال رده على سؤال هذا الرجل هذا الأمر الأول الأمر الثاني الإمام جعفر الصادق صلى الله عليه نعم كما قلتم عاصر انفتاح الحضارة الإسلامية على الحضارات الأخرى طبعا هنا أود أن أقف قليلا أبين للمشاهد أمر تأريخي حساس ولعله أيضا لا يبتعد كثيرا عن المحور العقائدي نحن نعلم بأن هناك فتوحات قد حصلت منذ زمن الخليفة الثاني وإلى زمن ضعفت فيه الدولة العباسية وبقيت أصبح لديها الحالة السلبية ليس بالتوسع وإنما بالانكماش تقتطع منها بعض الدولات والأراضي هذه الفتوحات موقف آل البيت من هذه الفتوحات ماذا؟ طبعا الفتوحات ربما في الجانب الشكلي هي توسعة للدولة الإسلامية مما يجعل أن هناك قوة لهذه الدولة باعتبار أن هذه الدول المفتوحة سوف تدين بالطاعة والولاء إلى دين محمد صلوات الله عليه وعلى آله هذا بالجانب الشكلي لكن في الواقع هذه الفتوحات كانت تتم بواسطة القوة أولا وكان يخير الكتابي يخير ما بين دفع الجزياء والدخول في الإسلام وكثير منهم كان يدخل بالإسلام ظاهرا للابتعاد عن الغرامة المالية المفروضة عليه الضريبة دفع الجزية ولذلك عملوا هؤلاء جاءوا محملين بثقافاتهم وفلسفاتهم اليونانية والإغريقية والإلحادية فعاملوا على ضرب الإسلام من الداخل وتهديمه ونشأت أكثر ما ظهرت ونشأت في العصر الأموي عندما كان الخلفاء العباسيين الخلفاء الأمويين عفوا منشغلين بملذاتهم بخمورهم وكذلك طبعا بداية العصر العباسي أيضا باعتبار نحن يهمنا فترة حياة الإمام الصادق عليه السلام ظهرت كثيرا فلذلك نشأت المذاهب المختلفة المذاهب الكلامية المختلفة نتيجة للثقافات المختلفة ونشأت حركات أصحاب الشبهات بالإضافة للحركات الثقافية أيضا بالإضافة نعم أنا عندما أنفتح على مجتمع هذا المجتمع ما فتحته فتح ثقافي وإنما فتحته فتح غزات لأجل السيطرة على مقدرات وخيرات هذا المجتمع والاستفادة منها لذلك كان موقف أهل البيت صلوات الله عليهم واشتباها بعض المؤرخين يذهبون إلى أن الإمام الحسن والحسين كانوا يشاركان بالفتوحات الإسلامية لا بالتحقيق لا نجد الإمام لم يشتركوا بأي فتح من الفتوحات لأنها ما كانت إلا لزيادة السلطة وزيادة الهيمنة واستنزاف خيرات تلك الشعوب لصالح السلطة الحاكمة السلطة الجائرة السلطة الظالمة فلذلك كان دخولهم للإسلام الظاهري فيه ضرر على الإسلام لا فيه خير ونفع للإسلام الحاكم يستفيد من خيرات ذلك المجتمع والإسلام كإسلام يتضرر بعقائد منحرفة جاء بها هؤلاء ونشروها في وسط الناس يعني أول من تحدث مثلا على سبيل الفرض يدخل شخص إلى الإسلام متظاهر اسمه عبد الكريم بن أبي العوجاء هذا في زمن المنصور الدوانيقي عبد الكريم بن أبي العوجاء تظاهر بالإسلام وتظاهر بكونه ذائب في علوم الإسلام حتى أنه كان يحدث صار من المحدثين وهو وضع لما اكتشف بعد ذلك أنه من وضعي الحديث وقدم للمحاكمة وحكم عليه بالإعدام وقف على مقصرة الإعدام وقال وماذا ينفعكم قتلي لقد زورت على نبيكم أربعين ألف حديث حللت فيه حرامكم وحرمت حلالكم طيب شخنا نحن شخنا طبعا رح بالناسبة نتناقش في قضية عقائدية جدا مهمة وهي قضية كيف استطاع الإمام صلى الله عليه أن ينشر التشيع المحمدي الخالص في ظل وجود هكذا حركات يعني لا يخلى بأنه يكون العصر العباسي والعصر الأموي عصر مليء جدا خصوصا بالقضايا الانحرافات العقائدية فخليني نتوقف هنا ناخذ فاصل حتى نتابع إن شاء الله محور حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله فاصل سادة المشاهدين ونعاود لتكملة محور حلقتنا لهذا اليوم في الحياة العملية للإمام جعفر الصادق صلى الله عليه ورد في الأمال للشيخ الصدوق في باب منزلة ذرية محمد وعلي يوم القيامة في حديث طال سنده عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجون إلى ربهم ويقولون يا رب اكشف عنا هذه الظلمة قال سلام الله عليه فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم وقد أضاء أرض القيامة فيقول أهل الجمع هؤلاء أنبياء الله فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء بأنبياء فيقول أهل الجمع فهؤلاء ملائكة فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء بملائكة فيقول أهل الجمع سلوهم من أنتم فيقولون نحن العلويون نحن ذرية محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن أولاد علي ولي الله نحن المخصوصون بكرامة الله نحن الآمنون المطمئنون مرحبا بكم وجدة سادة المشاهدين الكرام نعاود تكملة الحديث مع جناب الشيخ نجاح الحسنان ومرحبا بكم شيخنا أهلا وسلم ومرحبا تكلمنا قبل الفاصل عن قضية جدا مهمة وقضية وجود بعض الانحرافات العقائدية التي كانت في عصر الأمويين والعباسيين كيف استطاع الإمام جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه أن يستغل الخصام بين الأمويين والعباسيين كما يذكر تاريخيا ويعمد على نشر التشيع وإيصاله إلى بقاع العالم نعم حتى نعود قليلا إلى الخلف نعم وتتضح الصورة أكثر أيضا للمشاهد لابد من بيان دور الحكم الأموي أو الحزب الأموي في الواقع لأنه أعم باعتبار الحزب كان أقدم من الحكم والحكم هو نتاج لذلك الحزب الحزب الأموي كان ما هو دوره في إضعاف الدين وما هو هدفه الذي كان يبتغي الوصول إليه هذا الهدف هو إنهاء الدين طبعا حزب تأسس منذ فتح مكة وضعت الخطة لهذا الحزب أن يقود الحركة السياسية فيما بعد كان من ضمن خططهم أيضا هي اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للخلاص من النبي المصطفى ثم استلام مقاليد الحكم ولكن لما فشلت الخطة الأولى جاءوا بالخطة الثانية فكان نتاجها أن تنحرف قضية الخلافة من الحاكم الشرعي الإلهي المنصب بنص قرآني إلى غيره فتبتعد وتلبي بعض أهداف هذا الحزب ثم خطط لهذا الحزب أو خطط الحزب أن يستلم بشكل ظاهر وعلني في الأولى كان مجرد يعني الأمر الأول كان أو الخطوة الأولى كانت هو حرف المسيرة حرف الخلافة من أمير المؤمنين إلى غيره وفي الثانية كان التولي والاستلام المباشر فاستلموا الحكم فبدأوا بالخطة الثانية أو المخطط الثاني وهو إغراق المجتمع الإسلامي بعقائد فاسدة ابتداء من وضع الإسرائيليات أو تشجيع من كان يحدث في مسجد رسول الله كعب الأحبار وغيره ويحدث بخرافات وأساطير وينسبها إلى الدين وانتهاءا بتشجيع الفساد والرذيلة والميوعة وإضفاء صيغة أو صبغة شرعية على ذلك من خلال قولهم بأن الإنسان ليس مختارا بفعله بل مجبور على ذلك الفعل وما يفعله هو من الله فكانت هكذا عقائد والناس على دين ملوكها والقائم بتثبيت هذه العقائد المنحرفة ونفسه الخليفة ونفسه الحاكم الإمام واجه هكذا خط بالإضافة إلى ما ذكرته قبل الفاصل هو الانفتاح على شعوب وحضارات وثقافات بعيدة عن الإسلام دخول هؤلاء إلى الإسلام نتيجة للضغط جعلهم يبثون سمومهم في داخل المجتمع الإسلامي نعم فلهذا كان لزاما على الأئمة صلوات الله عليهم إنقاذ المجتمع الإسلامي من الضلال أمس قلنا بأن الإمام من ألقابه المنجي المنجي من الضلال وهنا لو لم يكن ليتصور المشاهد الآن لو لم يكن للإمام دور وكان ذلك يعني بداية العصر الأموي لا ليس بعيد أقل من خمسين سنة عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسول توفى وبعد وفاته بخمسين سنة تقريبا يستلم يزيد الحكم ويفعل ما يفعل ثم من يأتي بعده يكمل مسيرته وقبله معاوية طبعا فلو لم يكن دورا للأئمة المعصومين كان ماذا وصل لنا بعد ألف واربعمائة سنة من الدين لم يكن يصل لنا شيء بل كنا كالذي يصل إلينا مسخدين وليس دين فلذلك كان دور الإمام المعصوم الإمام الصادق صلى الله عليه هو هذا بعد كل ذلك الانحراف الفكري والعقائدي والسياسي وبعد أمر مهم جدا الإمام الصادق صلى الله عليه يقول حديث ترويه كتبنا وهذا الحديث لا يطعن فيه وأرجل انتباه له الإمام يقول ارتد الناس بعد الحسين صلى الله عليه على سيد الشهداء بعد الحسين إلا ثلاث ارتد الناس هذه كارثة يعني بعد استشهاد الإمام الحسين لم يكن هناك مسلمين حقيقيين طبعا ما عدا أهل البيت الكلام إلا ثلاث من الناس ثلاث نفر وهم خالد الكابلي ويحيى بن أم الطويل وجبير بن مطعم ثم بعد ذلك تكاثروا الحديث يوضح حالة المجتمع يوضح حالة الانهيار النفس التام في داخل المجتمع يوضح حالة الانحراف الفكري والعقائدي الكامل في داخل المجتمع ويوضح أيضا تشتت الناس وابتعادهم عن الدين شكلا ومضمونا ثم بعد ذلك وهؤلاء أصحاب مواقف لأن الذي ينادي أو يدعي بأنه متمسك بدين الله المتمثل بآل البيت صلوات الله عليهم عندما يتعارض تمسكه بدينه مع مصلحته الدنيوية عندما تتعارض قضية ولاءه لآل بيت العصمة مع كسبه المالي تجده يقدم المصلحة الدنيوية على المصلحة الدينية لذلك الإمام الحسين قالها الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون يعني أنا اقتطعت شيء من الحديث المهم فإذن بظل هكذا مجتمع وبظل هكذا وضع جاء دور الإمام الصادق صلى الله عليه لبناء شخصية الفرد المسلم التي تساهم في بناء المجتمع المسلم فكان مصب اهتمامه الأول بالتصحيح الفكري والعقائدي للمجتمع لذلك برز الدور التدريسي للإمام الصادق أكثر من غيره من الأئمة لأن هذا بهكذا وضع ترك الأمة على حالها ترك المجتمع على حاله بمعنى ضياع الدين بمعنى مسخ الدين وانهدامه تماما ولعل ذلك أيضا شيخنا يوضح قضية جدا مهمة وهي قضية معاناها الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام يعني بوجود ظل تضييق فكري على فكر آل محمد في حينها من قبل السلطات الحاكمة يعني الآن ذكرت حديثي جدا مهم بأنه ثلاثة فقط هما من بقوا على دين محمد تدى الناس إلا هؤلاء فهذه مشكلة كلش تشبير لعله يمكن نتعرض لها الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه اللي قدر يفتحي شيء مؤسسة فكرية عالمية ومن خلال يعني خلي نقول حكم بني أمي وبني العباس متواجد بين طغاة أمويين وطغاة عباسيين بين اضطهاد واضطهاد يعني حتى يفهم المشاهد أيضا إلى أي درجة وصل اضطهاد الدولة الأموية للأئمة المعصومين عبد الملك بن مروان يرسل رسالة للإمام علي بن الحسين السجاد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين يقول له أو يعيره لأنه أعتقى جارية من جواريه فتزوجها طبعا هذه الرسالة لها مغزى المغزى ليس أنه يريد أن يعير الإمام لا يريد أن يقول للإمام بأننا نعرف حتى أمورك الخاصة في منزلك بمعنى أنه نالك عيون تراقب وتحسب على الإمام حتى أنفاسه بظل هكذا ظلم وبظل هكذا طغيان والإمام يؤدي دوره بإنقاذ أمة بإنقاذ أمة جده محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذن على هذا الأساس الإمام الصادق صلى الله عليه رغم كل هذه استغل حالة ضعف الدولة الأموية ونشوء الدولة العباسية وكل دولة عندما تنشأ أيضا تكون ضعيفة خصوصا إذا كان شعار هذه الدولة الظاهري هو الرضا من آل محمد ففي السنين الأولى لا يستطيعون أن ينقلبوا على شعارهم مباشرة مئة وثمانين درجة ويعلون أن العداء لأله محمد كي لا يفقدوا الجماهيرية خصوصا أنها دولة ناشئة فتية تحاول أن تؤسس لنفسها أساس عريقة لكي تحكم ويتحكم لمئات السنين فهكذا دولة كانت ناشئة ضعيفة نوعا ما مقابل دولة كانت هرمة وأيضا ضعيفة نوعا ما ما بين سقوط حكم وبداية حكم جديد أتيحت للإمام الصادق صلى الله عليه ظروفا موضوعية لكي يمارس دوره بإنقاذ الأمة من خلال إرساء فكر حضاري إسلامي عريق يرتبط برسالة السماء بل هو نفسه رسالة السماء ويغلغله بالنفوس وينشره بجميع ربوع الكرة الأرضية وبنفس الوقت ينشئ الثلة الطيبة الجماعة الصالحة الحركيين الرساليين الذين يتعهدون بحمل هذه التعاليم ونشرها في كل الكرة الأرضية فكان هذا دوره صلوات الله عليه بوسط هكذا ظروف وما وصل إلينا هو مذهب جعفر بن محمد بجهوده التي قدم لأجلها نفسه قربانا لله سبحانه وتعالى طيب شيخنا انبثقت عن مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق الكثير من المذاهب التي لا تزال لحد الآن وقادة هذه المذاهب وروادها مذكور في الكثير من الكتب وما شاكل ذلك عدم اتباع أصحاب المذاهب وأعني قادة المذاهب أو مؤسسيت تلك المذاهب أو زعمات تلك المذاهب إلى مذهب الشيعة الجعفرية ما هو السبب من ذلك؟ برغم أنه كما يذكر الحديث أنه كلما ذهبنا إلى حدث حدث أنه جعفر بن محمد الصادق فهذه العلمية الحقيقية لشخص يمثل آل البيت الأطهار وهو الإمام جعفر بن محمد الصادق وكذلك الفضل الكبير الذي فعلته هذه المدرسة الصادقية وتأثيرها على هذا المذاهب ما سر عدم اتباع قادة المذاهب أو المذاهب بصورة عامة إلى مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلى الله وسلم أولا لنفهم أنه الذي حضر عند الإمام الصادق مباشرة يسمع منه مباشر يعني درس عنده مباشر هم مؤسس المذهب الحنفي أبو حنيفة النعمان أبو حنيفة نعم ومالك بن أنس طبعا لمعلومة المتلقي أن مالك بن أنس من فقهاء المدينة وكان يعيش في المدينة وهو كان عربيا قرشيا بالنسبة إلى أبو حنيفة النعمان كان من الموالي وفارسي الأصل ومن فقهاء ومحدثي العراق من مالك درسه الذي درسه عند مالك وأخذ منه هو أحمد بن حنبل يعني هو تلميذ لأحمد بن حنبل هو تلميذ لمالك بن أنس الذي درسه عند أحمد بن حنبل وأخذ منه هو الشافعي في المذاهب زمانا آخرهم وفاة تاريخ وفاة الأخير هو الشافعي يعني المتأخر عنهم زمانا هو الشافعي نحن نقول بأن المذاهب جميع طبعا هذه مذاهب أربعة ولكنه في الواقع في ذلك الوقت كانت كثير من المذاهب فمثلا سفيان بن عيينيا لديه مذهب وسفيان الثوري لديه مذهب وغيرهم الكثير كلهم أصحاب مذاهب درسوا عند الإمام أو تلقوا عند تلاميذة الإمام يعني أما أن يدرس مباشرة أو يدرس عند من درسه على يد الإمام وهؤلاء خصوص الأربعة باعتبار هو ما تبقى من المذاهب خصوص الأربعة كانوا يفتخرون بانتمائهم أو بدراستهم على يد الإمام لأن الإمام فخر الأمة ومجدها ونسبها الرفيع الشريف فلذلك مثلا لا نستغرب إذا قرأنا عن أبو حنيف النعمان يقول لو لسنتان لهلك النعمان أي السنتان التي درس فيها على يد الإمام جعفر بن محمد ولا نستغرب إذا رأينا الشافعي مثلا يقول إن كان رفض حب آل محمد فليشهد التقلان أني رافضي وكذلك قول أحمد أيضا بن حنبل وافتخاره بدراسته على يد جعفر بن محمد صلى الله عليه روايات مالك بن أنس بفضل الإمام الصادق طيب شيخنا ما هو السبب يعني كل هذه المآثر ولم يتبعوا الإمام ولم يذوبوا في قضية الإمام السبب هو سببا لم يشتركوا حتى في بعض المعتقدات التي قد يكون عند الشيعة الإمامية قد لا يكون يشترك فيها أصحاب المذاهب سببا لعلها بقية الأسباب هي تنظوية وتذوب في هذين السببين نعم السبب الأول هو حب الدنيا وذلك يتضح من خلال مناظرة الإمام الصادق مع أبو حنيف النعمان عندما سأله ممن الرجل قال من العراق كيف تفت الناس قال بالقياس ورأيي وهكذا نهاية هذه المناظرة أبو حنيف يقول دن أعود للقياس الإمام يقول له ولكنك ستعود لأن حب الدنيا في قلبك حب الدنيا حب المنصب حب الرئاسة حب الزعامة إذا تغلب على الإنسان ممكن أن يجعل عقله أسيرا لهواه الهوى حب المنصب والعقل يخطط لأجل ذلك الهوى هذا الأمر الأول الأمر الثاني السياسة نحن نعلم تماما بأن آل البيت صلوات الله عليهم هم الخط الإلهي وهم أئمة الخلق الذين يجب على جميع الناس طاعتهم ومودتهم وولاءهم واتباعهم وخصوصا ونحن نرى أن نعتقد وهو اعتقاد حق إن شاء الله أن الإمامة معناها هو قيادة الناس في أمور الدين والدنيا ليس في أمور الدين فقط لا عندنا فصل ما بين الدين والسياسة أبدا الإمامة هي هذه قيادة الناس في أمور الدين والدنيا فطالما أن القائد الحق موجود فإذن لا بد من الخلاص منه وتارى بقتل شخصه اغتياله تصفيته وتارى بقتل شخصيته الشيخنا في نصف دقيقة متبقية من وقت البرامج كيف استطاع الإمام صلى الله عليه أن يثبت دعائم التشيئة المذهب الشيعي وسط ظهور مذهب عدة كما ذكرتها جنابك طبعا لأنه المذهب الحق الذي يوافق كتاب الله ويوافق سنة النبي يعني طبعا برغم موجود تشابهات نعم ويوافق العقل مقتضيات العقل البشري عندما يرى المتلقي هكذا أمر أن هناك مذهب يوافق هذه الأمور ومذاهب أخرى لو طلعت عليهم لتعجبت من بعض فتاويهم التي لا يتحملها عقل كما إذا جمعت فتاواه أحدهم أحد المذاهب إذا جمعت فتاواه يعمل بالقياس يحق لك لأنه يقول أن جلد الكلب يطهر أو الجلد يطهر بالدباغة والنبيذ طاهر بالنسبة له وهو ماء مضاف وعنده يجوز الوضوء بالماء المضاف وعنده يجوز السجود على عين النجاسة إن كانت يابسة عند جمع هذه الفتاوى الثلاث يتضح لك أن المرء لو صلى بجلد كلب مدبوغ وتوضأ قبل ذلك بنبيذ وسجد على عذر يابسة لكانت صلاته صحيحة هكذا فتاوى وأمثال ذلك الكثير قد لا يسع الوقت لذكرها فعندما العقل الحر يرى هكذا آراء ويرى آراء هي فعلا إلهية حقها موافقة للكتاب والسنة والفطر البشرية والعقل البشري فبلا شك سيتبع هذا ويترك هذا لذلك كان آل البيت يحثوا شيعتهم دائما على ذكر محاسن حديثهم لأنه الناس لو علمت وعرفت أحاديث آل البيت لاتبعتهم فضيلتي الشيخ نجاح الحسناوي شكرا جزيلا إليك في رحاب الإمام الصادق صلى الله عليه إن شاء الله تكون ضيف مميز طيلة القاتب والنظر شكرا جزيلا لكم شكرا لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة والإصغاء حتى ألتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم